السلام عليكم هذا التسجيل هو عمل تطوعي مقدم من مبادرة بصيرة للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الرياضيات الصف السادس الجزء الأول الوحدة الثانية الدرس الرابع المضاعف المشترك الأصغر النتاجات تجد المضاعف المشترك الأصغر لعددين صحيحين موجبين تمنح شركة موظفيها علاوة إضافية تحفيزية كل عامين وتعدل علاوة غلاء المعيشة كل سبع سنوات بعد كم عام يستحق الموظف العلاوتين معا أول مرة يمنح الموظف العلاوة التحفيزية بعد مضي 2.4.6.8.10.12.14.16.18.20.22.24.26.28.30.3 نقاط عاما من الخدمة تمثل هذه الأرقام مضاعفات العدد اثنان ويستحق علاوة غلاء المعيشة بعد مضي 7.14.21.28.35.3 أصفار عاما من الخدمة تمثل هذه الأرقام مضاعفات العدد سبعة سينال الموظف العلاوتين معا بعد كم عام من الخدمة يكون ذلك سوف يعطى الموظف العلاوتين معا أكثر من مرة الأولى بعد مضي 14 عاما من الخدمة والثانية بعد مضي 28 عاما لأن 14 و28 هما من مضاعفات العددين اثنان وسبعة يسمى العدد 14 مضاعفا مشتركا أصغر للعددين اثنان وسبعة وهو أصغر عدد يقبل القسمة على كليهما من دون باق ويرمز إليه بالرمز مضاعف مشترك أصغر المضاعف المشترك الأصغر لعددين صحيحين مجبين هو أصغر عدد صحيح مجب يقبل القسمة على كل منهما من دون باق ويرمز إليه بالرمز مضاعف مشترك أصغر المثال رقم واحد جد المضاعف المشترك الأصغر ميم ميم ألف للعددين ستة وتمانية الحل بداية يجب إيجاد مضاعفات كل من العددين 6 و 8 مضاعفات العدد 6 هي 6 12 18 24 30 36 42 48 3 نقاط مضاعفات العدد 8 هي 8 16 24 32 40 48 56 64 3 نقاط لاحظ أن المضاعفات المشتركة بين العددين هي 24 48 3 نقاط لكن أصغرها هو 24 إذن مضاعف مشترك أصغر للعددين 6 و 8 هو 24 السؤال الأول جد مضاعف مشترك أصغر للعددين 5 و 7 فكر ما المضاعف المشترك الأصغر لعددين متساويين؟ المثال رقم 2 جد مضاعف مشترك أصغر للعددين 2 و 6 الحل نجد مضاعفات كل من العددين 2 و 6 مضاعفات العدد 2 هي 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 3 نقاط لاحظ أن المضاعفات المشتركة بين العددين هي 6 12 18 24 3 نقاط لكن أصغرها هو 6 إذن مضاعف مشترك أصغر للعددين 2 و 6 هو 6 ناقش صحة العبارتين الآتيتين ألف المضاعف المشترك الأصغر لعددين أحدهما مضاعف للآخر هو العدد الأكبر بينهما وضح إجابتك بمثال با لا يمكن إيجاد المضاعف المشترك الأكبر لعددين وضح إجابتك المثال رقم 3 وضع تاجر لوحتين مضيئتين على مدخل محله بحيث تضيء إحداهما كل 7 ثوان وتضيء الأخرى كل 8 ثوان بعد كم ثانية تضيء اللوحتان معا إذا ضغط على زر التشغيل في الوقت نفسه الحل يتعين أولا إيجاد مضاعفات العددين 7 و 8 مضاعفات العدد 7 هي 7 14 21 28 35 42 49 56 ثلاث نقاط مضاعفات العدد 8 هي 8 16 24 32 40 48 56 ثلاث نقاط لاحظ أن المضاعف المشترك الأصغر للعددين 7 و 8 هو 56 وبدأ فإن اللوحتين ستضيءان معا بعد 56 ثانية المثال رقم 4 يتفقد الممردون في أحد المستشفيات المرضى كل ثلاثة ساعات في حين يتفقد الطبيب المناوب المرضى كل أربع ساعات بعد كم ساعة سيلتقي الممردون بالطبيب عند المريض نفسه الحل يتعين أولا إيجاد مضاعفات العددين 3 و 4 مضاعفات العدد 3 هي 3 6 9 12 15 18 21 24 ثلاثة نقاط مضاعفات العدد 4 هي 4 8 12 16 20 24 ثلاثة نقاط لاحظ أن المضاعف المشترك الأصغر للعددين 3 و 4 هو 12 لذا فإن الممردين والطبيب سيلتقيان أول مرة بعد مضي 12 ساعة من بدء الدوام فكر ثم ناقش هل المضاعف المشترك الأصغر لعددين هو أصغر مضاعف لكل منهما؟ تمارين ومسائل صفحة 77 السؤال الأول جد المضاعف المشترك الأصغر لكل عددين مما يأتي ألف 6.9 ب 4.7 جيم 2.8 د 5.5 ه 9.1 السؤال الثاني اذكر مثالين مختلفين على عددين المضاعف المشترك الأصغر لكل منهما عشرة السؤال الثالث عددان صحيحان موجبان يتكون كل منهما من منزلة واحدة إذا كان المضاعف المشترك الأصغر لهما 30 فما هما؟ السؤال الرابع إذا كان عشرون هو مضاعف مشترك أصغر لعددين أحدهما أربعة فما العدد الآخر؟ خامسا جد عددين مضاعف مشترك أصغر لهما يساوي 36 هل يوجد حلول أخرى؟ وضح إجابتك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر